موسيقى طيب الله وقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشف الصحافة والتي نبدوها كالعادة بالعنوين من المصدر أونلاين ميليشيا الحوثي حولت الشوارع إلى خنادق ومتارس أهالي الحديدة يقطعون المسافات داخل مدينتهم سيرا على الأقدام ومن الصحافة الفرنسية الرياض تعتمد على تدخل الدولي في اليمن ومن أخبارنا المنوعة شجار بين طيارين بسبب وجبة طعام كاد يحول رحلة الخطوط العراقية إلى كارثة ومن البي بي سي ترامب يقول لم أعلم باجتماعي ابني مع الروس أهلا بكم يوما بعد آخر يكشف واقع السفارات اليمنية في الخارج بأن الحرب على اليمنيين ليست فقط تلك التي تجري بداخل اليمن ويعنون الموقع بوست سفارات اليمن في الخارج الوجه الآخر للحرب في اليمن ويورد الموقع حادثة وقعت مؤخرا ويقول لعل ما قابت به سفارة اليمن لدى المغرب من استدعاء للأمن الاعتداء على طلاب يمنيين اعتصموا للمطالبة بمستحقاتهم المالية دليل واضح على أن حربا واسعة يمارسها الجميع ضد اليمن واليمنيين وتعيش السفارات وفق توصيف الموقع الاخباري خللا كبيرا من خلال التعينات التي تمت وتتم في هذا السلك واستبدال للكادر الوظيفي بكادر لا علاقة له بالوظيفة وبهذا الموقع ما ينذر بانهيار للخدمة في هذا السلك الدبلوماسي كما كشفت وثائق نشر عددا منها أحد الصحفين مؤخرا عن صدور 300 قرار تعيين جديد تم بمجبها التعيين من خارج وزارة الخارجية وأن الشرعية تدمر ما تبقى من السلك الدبلوماسي من خلال التعينات العبثية في مختلف المواقع الدبلوماسية في السفارات قال نبيل الأسيدي أن ذلك يهدف إلى تدمير السلك الدبلوماسي وكل الإعراف والقيم الدبلوماسية وأن انعكاساتها ستكون مدمرة على المستوى القريب إلى أبرز وأهم عنوين الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم الصادرة في مأرب حيث عنوانت الصحيفة من الحديدة التحالف يستأنف العمليات العسكرية والجيش ويحبط محاولة تسلل وفي الصحيفة أيضا الميليشيات ترفض خطة تكرفت وتدعو ودعوات للتحالف لحسم المعركة ومن العاصمة المؤقتة أمن عدن يفشل في ملاحقة المجرمين ويعتقل خمسين طالبا ولا نزال في عدن وقياد في المقاومة يقول قيادات الحراك مسلوب القرار أو مسلوب القرار وتحولوا إلى موظفهم وميدانيا قوات الجيش تكسر هجمات الميليشيا بصرواح وتكبدها خسائر فادحة وتستولي على أسلحة ومن تعز أيضا عنوان معارك شرق المدينة والميليشيا تنكسر في الشماسي والزهراء لم يحدث في تاريخ الحروب أن تدخل المجتمع الدولي لوضع خريطة انتقائية للمتحاربين من يتحارب هنا ولا يتحارب هناك ولا أحد يعلم كيف يتقرر مسار هذه الحرب بعد كل هذا البلاء الذي أصاب الناس إلا أن يكون قد خطط لها أو أن لا تنتهي هذا ما يراه السفير اليمني في لندن ياسين سعود نعمان في مقاله المنشور في الموقع بوست مضيفا في جزء من المقال قد يحتاج المبعوث الأممي إلى توسيع دائرة المشاورات ولكن دون إغراق الأزمة في متاهات تشد عن مسارات الحل التي قررها مجلس الأمن وأخرى وطنية سبق الاتفاق عليها من قبل الجميع في حوار شامل لأن هذا المسار في العمل يعني إكساب الانقلاب على التوافق الوطني بقوة السلاح مشروعية أعتقد أنها ستكون سابقة خطيرة في التعاطي مع الانقلابات الدموية على الشرعيات الدستورية والتوافقات السياسية لقد أغرى هذا الوضع الانقلابيين لدرجة أن يعتقدوا أن هناك تحولا في الموقف الدولي يصانع كل ما أقدموا عليه من جريمة في اليمن فتمادوا في توسيع رقعة الحرب إلى الممرات الدولية كل هذا وهناك من يشدد على أن الحديدة خط أحمر لا يجوز أن تقترب الحرب منها لا ندري ما هو المقصود بعدم اقتراب الحرب منها وهي بالنسبة للحوطيين وإيران في قلب الحرب التي تشعل الممرات المائية صواريخ وقنابل ومفخخات وتهريبا للسلاح وتمويلا للحرب الحرب يجب أن تنتهي ولن تنتهي بهذه الطريقة التي يجري فيها حماية المراكز الرئيسية المخصصة لمواصلة إشعالها على ذلك النحو الذي يجعل منها مشروعا مستداما لتدمير اليمن حتى الجبال البعيدة حولتها ميليشيا الحوثي إلى مخاب لأسلحتها فوفقا للموقع الصحوانت ريمة مقاتلات التحالف تستهدف مخاب للسلاح في جبل برد بمدرية كسمة وقل الموقع أن مقاتلة التحالف العربي شنت غارات جوية مساء الجمعة على مواقع لميليشيا الحوثي في محافظة ريمة غربي اليمن وفاد شهود عيان للصحوانت أن مقاتلة التحالف شنت أكثر من خمس غارات جوية على جبل برد في مدرية كسمة وذكرت المصادر أن ميليشيا الحوثي عملت على تخزين وتكتيس سلاح نوعي دفاعي في جبل برد ويعد الجبل من أعلى المرتفعات في محافظة ريمة ويطل على مدينة الحديدة وجبهة الساحل الغربي ويتابع الموقع منعت ميليشيا الحوثي المواطنين في مدرية كسمة من المرور إلى الجبل منذ أكثر من شهرين وفرضت عليه حراسة مشددة لعمرك قد ضاقت بلاد بأهلها تحت هذا العنوان كتب علي الأحمد مقاله المنشور في المصدر أولاين مضيفا لمدينة شبام قصتها مع الحكم الاستبدادي الإقصائي الذي ضيق على الناس معيشتهم وحريتهم ووصل الأمر إلى التحكم في أخص خصوصيات الناس فاضطر الناس إلى الهجرة فرارا بحريتهم وكرامتهم التي أهدرت تحت نشوة القوة والانفراد التي أصبت القوم وقتها نعيش هذه الأيام في عدن حالا لا يختلف عن حال مضى بدأت عدن تضيق بأهلها تحت نفس السلوك الإقصائي الاستبدادي وتحت نفس الارتهان للخارج الذي يأمر وينهى ولا يملك الطرف الذي يمتلك القوات المسلحة إلا التنفيذ والسمع والطاعة بدأت أطياف من الناس اليوم تحزم حقائبها وترتب أوضاعها خارج البلاد بعد أن ضاقت عليهم الأرض وسفكت دماؤهم وانتهكت حقوقهم وحرياتهم يشعرون بالغربة في مسقط رأسهم الذي درجوا فيه وهم يرون الناس تساق للمعتقلات دون أي ذنب ثم يطلق صراحهم بعد فترات طويلة دون أي اعتذار بل ويشاهدون ويسمعون الأدوات الإعلامية الرخيصة تتعرض لهم بالتشويه وتلفق ضدهم كل قبيح ولا من مستنكر ولا من نصير بدأت عدن تفرغ من القيادات السياسية والدينية ورجال المقاومة والحبل على الجرار لن يقبل الإقصائيون إلا ببقائهم منفردين إلى أن يصلوا لمرحلة تصفية جميع المخالفين وعندها سيتقاتلون فيما بينهم لأن الإقصاء لا يولد إلا إقصاء والصراعات التي لا تنتهي ينشر موقع المصدر أونلاين صورا من داخل أحد شوارع مدينة الحديدة للتوضيح كيف أصبح الشوارع المدينة بعد أن تناوب مسلحو ميليشيات الحوثي على حفرها وعنونا الموقع حفريات وخنادق الحوثي تقطع أوصال الحديدة وقال الموقع أن سكان مدينة الحديدة يحاولون التأقلم على أو مع الخنادق والحواجز التي نصبها مسلحو جماعة الحوثي في الشوارع والطرقات الرئيسية بالأحياء الجنوبية للمدينة لكن أسلوب الحياة الجديد فرض على أكثر من ستمائة ألف شخص يسكنون المدينة واقعا جديدا أصبحوا فيه مقيدين في أحيائهم بعد أن قطعت تلك الحفريات والحواجز أوصال المدينة الواقعة على ساحل البحر الأحمر وقال سكان في المدينة أن الخنادق التي حفرها الحوثيون والحواجز الإسمنتية والسواتر الترابية عقدت حياتهم وباتت الحركة في المدينة ثقيلة رغم حالة النزوح الكبيرة منها وقال أحد السكان في حي الربصة جنوبية المدينة أنه غادر منزله إلى منزل والده وسط المدينة بعد أن حفر الحوثيون خندقا في شارع القدس ومنعوا مرور سيارته ووصوله إلى منزله وأضاف الشوارع في الأحياء الجنوبية أغلبها مقطوعة بسبب حفريات الخنادق بالإضافة إلى الحواجز المنصوبة على النقاط الرئيسية والآن لا أستطيع الوصول إلى منزلي إلا إذا سرت راجلا بعد الفاصل سنعود لمطالعة أبرز ما تناولته الصحفة العربية والعالمية ابقوا معنا مستمرون معكم في مطالعة أبرز ما تناولته الصحفة العربية والعالمية فيما يخص بالشأن اليمني ونبدأ من خلال مطالعتنا اليومية للصحافة الفرنسية فقد ركزت الصحف الصادرة في باريس اليوم على موضوعين مرتبطين باليمن أولهما جهود الرياض في جعل الحرب في اليمن أكثر شمولية وإدخال حلفاء جدد وقد عنوانت صحيفة لاكروة الفرنسية الرياض تعتمد على تدخل الدولي في اليمن يقول محللون السعودية بوقفها صادرات النفط عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي بعد هجوم للمتمردين اليمنين تأمل في تحفيز تدخل دولي في سراع اليمن المنسي وجاء قرار أكبر مصدر للنفط في العالم يوم الأربعاء في أعقاب الهجوم في البحر الأحمر الذي استهدف ناقلات عملاقة تحمل أربعة ملايين برميل وسفينة حربية سعودية وفقا للمتمردين الحوثيين وتقول إيلين أولد مؤلفة كتاب الشركة السعودية في التقرير الذي ترجم خصيصا لقناة بلقيس إن تصاعد التوتر قد يشجع القوى الأجنبية على تدخل حيث يعتبر البحر الأحمر طريق شحن مهم للغاية وإذا كان هناك اضطراب كبير فسيكون لدى القوى الأوروبية ومصر والولايات المتحدة سبب للتدخل ووفقا لإدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية تعبر حوالي أربعة فاصل ثمانية ملايين برميل من النفط والمنتجات النفطية عبر المجرى المائي كل يوم بالنسبة لجيمس دورسي الخبير في الشرق الأوسط يقول إنه من المرجح أن يركز الحادث على أسعار النفط الناتجة عن القرار السعودي لفترة وجيزة لكن حرب اليمن المنسية يمكن أن تعود إلى المقدمة يمكن أن يؤدي وقف شحنات النفط إلى تصعيد للنزاع مع تدخل قوى خارجية لمساعدة السعودي والإمارات على هزيمة الحوثيين وضرب نفوذ إيران الإقليمي الموضوع الآخر الذي ركزت عليها الصحافة الفرنسية متعلق بمطار أبوظبي حيث عنونت صحيفة ويست فرانس الفرنسية المتمردون الحوثيون في اليمن يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم بطائرة بدون طيار على مطار أبوظبي وبحسب ما ورد في الصحيفة فقد قام المتمردون الحوثيون بتنفيذ هجوم بطائرة من دون طيار ضد مطار أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة لم يتم تأكيد هذا الهجوم من قبل سلطات المطار وتضيف الصحيفة لم يتسنى الحصول على أي تعليقات مباشرة من السلطات الإماراتية وكانت السلطات في مطار أبوظبي قد أبلغت في وقت سابق عن حادث يتعلق بسيارة توريد الهروب الكبير تحت هذا العنوان كتب يحيى مصطفى كامل مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي مضيفا في جزء من المقال الهروب بكل معانيه بحثا عن الخلاص الفردي الهروب إلى الماضي بكل يقينه وأمجاده الأسطورية المتصورة سواء أكان الماضي القريب الملكي أو الفرعوني أو الإسلامي الهروب إلى الغيبيات واليقين الديني الهروب إلى المخدرات الهروب إلى الخليج بحثا عن الثروة والصعود الطبقي الهروب إلى الجدل العقيم هروب إلى كل الأزمنة والأمكنة المغايرة كل نماذج الهروب لذا فلم يكن حراك يناير الثوري عودة للتاريخ فحسب وإنما نفي لحالة الهروب تلك وعودة للواقع من قبل الجمهور الأعرض الذي استعاد الأمل في التغيير والقدرة على صنع المستقبل كما كان كسرا لفكرة الحلول الفردية وإحيان لثقافة العمل الجماعي والمشاركة الجماهيرية الواسعة القادرة على إحداث طفرة نوعية وتغيير حقيقي عمير يضيق المقام هنا عن التوسع فيما تعنيه ثورة من إمكانيات إعادة خلق المجتمع والإنسان وصياغة العلاقات الاجتماعية والاقتصادية إلا أن الثورة كانت الفرصة التاريخية بأل التعريف لكسر حالة الاغتراب البشعة التي مسخت مجتمعاتنا وقد ضاعت هذه الفرصة أو ضيعت لأسباب عديدة ليس هنا مجالها وعاد الناس إلى الهروب لقد تغير العالم بعد يناير 2011 شاء من شاء وأبى من أبى وإن أي نقاش لأي ظاهرة تاريخية على أرض السياسة لابد أن ينطلق من هدف التوظيف لإيجاد مخرج من مأزق التاريخ العليقين فيه وكل ما سوى ذلك لا يعد أن يكون مثالا آخر للهروب قالت مجلة لونغ وورد الأمريكية إن الهجمات الأمريكية لمكافحة الإرهاب في اليمن بطائرات من دون طيار انخفضت مقارنة بالعام الماضي وبحسب ما سجلته المجلة فقد قام البنتاجون بشن 31 ضربة جوية بطائرات من دون طيار منذ بداية العام مقارنة بـ 131 ضربة جوية عام 2017 واستدركات المجلة التي ترجم تقريرها موقع يمن مونتور إلى أن الضربات بشكل عام تسجل أرقام قياسية مقارنة بالأعوام السابقة عدى عام 2017 التي بدأت فيها الولايات المتحدة الضربات في اليمن منذ عام 2002 ولفتت المجلة إلى أن شفافية الجيش الأمريكي تحسنت هذا العام بشكل كبير حيث قدمت القيادة المركزية للمجلة تقارير وتفاصيل عن مواقع الضربات الأخيرة وتواريخها والمجموعات المستهدفة وقالت المجلة أن ضربات العام 2017 تركزت في البيضاء ومأرب ومنذ مطلع العام 2018 أجرت الولايات المتحدة ضربات جوية في اليمن شملت ثمان غارات في حضر موت وأربع في شبوة وهما محافظتان شرقيتان من أخبارنا المنوعة لهذا اليوم والتي لاقت رواجاً واسعاً تعنون صحيفة القدس العربي شجار بين طيارين بسبب وجبة طعام كاد يحول رحلة الخطوط العراقية إلى كارثة وتقول الصحيفة شجار بين طيارين بسبب وجبة طعام كاد يحول رحلة الخطوط العراقية من مشهد إلى النجف أي من العراق أو من إيران إلى العراق إلى كارثة جوية تؤدي أو تؤدي بحياة 157 راكباً على متن الطائرة وأصدرت الخطوط الجوية العراقية بياناً توضيحياً بعدما انتشر الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقالت إن وزارة النقل فتحت تحقيقاً مع طيارين الذين تشجر في الجو ولم تشر الشركة إلى أسباب الشجار لكن مساعد الطيار قال في رسالة بعثها إلى قسم عمليات الطيران إن مشادة كلامية وقعت بينه وبين الطيار على خلفية تناوله وجبة الطعام من دون إذنه وقال إن قائد الطائرة بعدما تناول وجبته عمل على سحب وجبتي على نحو غير لائق وتلفظ بكلمات غير لائقة وبديئة لا ترقى لأخلاق المهنة حتى تعالت أصواتنا وقام بالاعتداء علي ضرباً ما استدعى تدخل أحد أفراد الحماية وأوضح أن الطائرة كانت تقل 157 راكماً بالإضافة إلى الطاقم وأوقفت الشركة طيارين عن العمل وأعلنت تكليف مفتش عام من وزارة النقل بإتمام الإجراءات الأصولية بحقهما ونطالع من الأخبار الأكثر قراءة ما جاء في البي بي سي ترامب يقول لم أعلم باجتماع ابني مع الروس قال المحامي السابق للرئيس الأمريكي دوراند ترامب أن الأخير كان يعلم مسبقاً باجتماع عقدة بين مساعدين له أثناء الحملة الانتخابية ووفد روسي في عام 2016 بحسب تقارير إعلامية أمريكية ويعتقد أن الروس عرضوا خلال الاجتماع مساعدة حملة ترامب بإعطائها معلومات عن منافسته أو منافسته هيلريك لينترون ويزعم المحامي مايكل كهوين أنه كان حاضراً عندما أخبر دوراند ترامب الإبن أباه بشأن الاجتماع لكن الرئيس الأمريكي نفى صحة هذه المزاعم مؤكداً أنه لم يكن يعلم بالعمر بالصور كيف رصد سكان الأرض قمر الدم وقالت البي بي سي إن كثيرين في شتى أنحاء العالم سعوا إلى رصد أطول خصوف للقمر في القرن الواحد والعشرين وذلك في الظاهرة التي عرفت بإسم قمر الدم نتابع الصور التي التقطوها في جولتنا المصورة ترجمة نانسي قنقر نتابع أيضاً أبرز ما عبر عنه فنانو الكريكاتور وقد تم نشرها في عدد من الصحف ترجمة نانسي قنقر بهذه الفقرة من الصور الكريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نترككم في أمان العام ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا